مرحبا بكم في قناة تحفة يوب جميعا الى حجر صحي بالامس سيدوم 14 يوما كاملا وهم 6 اشخاص بينهم امرأة وللعلم الجزائر عرفت عودة بعض الحراغة فروا من ايطاليا نحو الجزائر بسبب انتشار الوباء بكثرة هناك وكان ذلك امر شبه طبيعي ومفهوم الا ان الحراغة الذين ذهبوا لايطاليا جعلوا الجميع يستغرب ومندهش من تفكيرهم خصوصا وان كل رحلات الحراغة متوقفة هذا ويتواصل تشديد منذ ايام في تطبيق الاجراءات بكل ولاية الوطن كي لا يتكرر مثلا سيناريو انهيار ايطاليا مع الجزائر ففي البداية الايطاليون سهزأوا بهذا المرض ولم يأخذوا الامر على محمل الجدية لتنقلب الوضع كليا ويخرج عن السيطرة عليهم والان في الجزائر هناك مواطنون يكسرون الحجر رغم كل هذا المنع مما دفع قوات الامن لمضاعفة عملها حيث يتم حجز عشرة السيارات يوميا ومئة المخالفين كذلك شاركونا بارائكم في التعليقات كما لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا